عرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من الوضع القائم في القرقرات مؤكداً على أهمية تنفيذ القرار 23-51 الذي تبنه المجلس في أبريل الماضي والذي يجدد التأكيد على سمو مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية وقال رئيس المجلس السفير الهولندي في الأمم المتحدة كارل فان أوسروم إن أعضاء المجلس أشاروا إلى أهمية الحفاظ على الوضع الراهن على النحو المذكور في تقرير الأمين العام وكذا ضرورة التطبيق الكامل للقرار 23-51 وجاء تصريح السفير الهولندي بعد إحاطة لمجلس الأمن قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هارس كولر ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية حفظ السلام جون بيير لاكروة واضف أن المجلس يعبر عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الشخصية ويرحب بلقاءات ثنائية التي عقدها مؤخرا مع الأطراف والبلدان المجاورة لإعادة إطلاق مسلسل التفاوض في ظل دينامية جديدة وروح جديدة تفضي إلى استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام وخلص الدبلوماسية الهولندي إلى أن أعضاء المجلس أكدوا على أهمية الحفاظ على الانخراط البناء من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية وكان الأمين الأممي أنتونيو جوتيراس قد شدد في أبريل الماضي على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري للبوليزاريو من المنطقة العازلة بالقرقرات كما عبر عن قلقه العميق من التواجد المستمر لمسلح جبهة البوليزاريو بهذه المنطقة منشرا إلى التحديات التي يمثلها بقاؤهم في المنطقة العازلة وفي هذا الإطار أضاف جوتيراس بأن الوضع يهدد بنهيار وقف إطلاق النار وسيكون له تأثير خطير على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها من جانبه قال سفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتور في تصريح لصحفيين للمجلس عقد مشاورات جديدة للغاية ومهمة حول ملف الصحراء ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدار البيضاء الإعلامي يونس زلفقير أهلا بكم يونس معنا كيف تقرؤون أولا مضمون هذه الإحاطة خاصة بعد تعبير مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع القائم في القرقلات وتعاوته لتطبيق القرار الذي تبناها المجلس في أبريل الماضي بهذا الخصوص كان مهما أن أعلم مجلس الأمن عقب الاجتماع مع قولار عن قلقه إزاء الوضع في منطقة القرقلات والذي يتضمن تلويحا وتهديدا من البوليزاريو بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة العازلة ومن هذه الزاوية فإن المجلس يضع حدا للفرقعات الإعلامية التي تحاول جبهة الانفصالية استغلالها في دعايتها التضليلية كلما حان موعد تقديم العام الأممي لتقريره الثانوي شهر أبريل وهو يحملها مسؤوليات أي تداعيات لهذا الوضع ثم سنلاحظ أن المجلس عقب هذا الاجتماع تحدث عن اللقاءات التنائية ولم يستعمل تعبير المفاوضات الغير المباشرة التي سعى المبعوض الأمم إلى تنظيمها في برلين وروجت لها الجبهة الانفصالية وحين ألح المغرب على أن يعقد المبعوض الأمم في الجبونة كذلك يعني استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة لكنه غير مستعد للدخول في أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة ما لم يكن هناك وضوح في المصار السياسي والأطراف الرئيسية التي يجب أن تحضر فيه والحد الأقصى للتنازلات التي يمكن أن يقدمها المغرب تحت ثقف واحد هو مبادرة حكم الذاتي في الصحراء الإعلامي يونس دفقير كنت معنا مباشرة من الدائر البيضاء شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات